تعالوا نبص على ملف الدواء. شعبة الادوية بتقول لك ان شاء الله ازمة ناقص الدواء هتنتهي في مصر خلال خمسة واربعين يوم. تسويف. كما هو الحال دايما. يعني ان شاء الله بعد شهر ونص الدنيا هتبقى تمام. طيب غرفة الدواء على مصروي بتقول كلام غير اللي تقال على العربية. بتقول لك ازمة ناقص الادوية هتنتهي خلال اسبوعين بس. طيب. بينما الضيف اللي كان على بيقول لك ان الحكومة قدرت توفر المنتجات اللي بيحتاجها السوق المحلي فعلا. يعني على العربية في ازمة وحازمة في الدواء هتنتهي بعد شهر ونص. على مصراوي في ازمة في الدواء هتنتهي بعد خمساشر يوم. على بيقول لك لا احنا مفيش ازمة اصلا نسمع معايا. طب هو يا جماعة الدواء ده مش من السلع الاساسية او مش من المستلزمات الاساسية للشعب. عارف الحجة ايه? الحجة طبعا زي ما بيقولها الحمصاني في اقوال الحمصاني المتحس باسم الحكومة. قالك تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار تسبب في زيادة تكلفة انتاج الدواب. فكان لابد من رفع اسعار الادوية. يا سلام. طب هو انا اللي عاومت الجنيه? ولا انا اللي زودت اه 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 ستمن الدولار في البلد. ما انتم اللي بهدلتونا? ما انتم اللي نيلتوا البلد? عموما عايز اقولك ان الحالة دي حالة نقص الدواء في السوق. وعجز الدولة او عجز النظام عن توفير الادوية للمواطنين والمصريين خلقت سوق موازي للدواء. دلوقتي بقى فيه ابليكيشن تقدر تطلب عليه الادوية ده سوق موازي للدواء. بقى اصعاب ده علشان تجيب الادوية بقى اضعاف تمنها الحقيقي. فيه سوق موازية علشان تلاقي الدواء الطبيعي التمام بس هتدفع اكتر. وفيه سوق موازية تانية للغلابة. لدواء بيتعامل تحت بير السلم. والدولة مش موجودة. اللي معاه فلوس بيقدر يجيب الدواء بفلوس كتير واللي معهونش فلوس يروح يشتري دواء على قده. وبقى فيه مستويات في الادوية في مصر. يعني انجازات تي ولا مش انجازات. اسمع معايا عن السوق الموازية اللي اللي معاه فلوس بس. هناك قنقل ، لدواء ناسه. عنده كل الادواء تدخل في السيرج تكتب تقديم الفارمسي وبعدين بتربع اسم الصنف اللي انت عايزه. بس يعني اقسم بالله مصاوب. انا واحد صاحبي قلق عليه. لقيته وكان بسعانه على جونال اف. فقلت له تمام اشوف هالك وبتاعه بس ما اليتها شيء. فيه زراء الفينت وعامة ومالاتها. هو لدي تلك ابليكيشن بكمن تلاف تلاتمية وخمسين. خد بقى الأصعب من كده عيبت اليورسولفين اللي هي كانت سعالات 22 جنيه عنده برضه نفس الابليكيشن بمية 35 جنيه الفكرة انت بتاخد خمس أضعاف الحاجة خيال جونال اف دي مثلا لو انت مخبي من آية ما كانت بزعالها بقى 2950 مش قولك واخدها بخاص ما اي حاجة انت كذبان فيها مالها كلها عن 6000 جنيه يعني انا مش فاهم في ايه والله احنا بنتاجر في الدواء ولا بناعمل ايه الفكرة بس ان الحاجات دي اه الدواء بيبقى بألفين ونص ولا حاجة فيقول له اه موجود على الابليكيشن اللي هو مش عايز يقول اسمه بس موجود 9000 جنيه مسلا اللي معاه يشتريه واللي معهوش يموت يموت عاجل جدا ايه المشكلة